بعيداً عن الأرقام الرسمية المعلنة والنهضة الاقتصادية الموعودة، ترسم التقارير الدولية حول الوضعية الاقتصادية داخل المغرب صورة قاتمة لركود اقتصادي يعد الأسوأ منذ نحو ربع قرن. أوردها التقرير الصادر عن معهد دراسة السياسة الدولية التابعة للوزارة الخارجية الإيطالية، الذي أكد أن جائحة كورونا دفعت بالمملكة للدخول في أولى مراحل ركودها الاقتصادي منذ عام 1995. ذات التقرير أشار إلى أن الحالة الوبائية ساهمت في تقلص الانتاج الصناعي وتراجع معدلات التصدير مع انهيار القطاع السياحي العصب الحيوي لاقتصاد المملكة إلى جانب الجفاف الذي وجه ضربة قاصمة للقطاع الزراعي. مؤشرات سلبية ساهمت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% العام الماضي. وثيقة وزارة الخارجية الإيطالية ذكرت أن جائحة كورونا انضمت إلى العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المؤسسات العامة المغربية بارتفاع معدلات البطالة والفقر الذي انتقل مؤشره من 1.7% إلى 11.7% بين عامي 2019 و2020. مؤشرات العوز الاجتماعي والهشاشة الاقتصادية يضاف إليها عدم المساواة الاجتماعية والقصور في الخدمات الصحية والمنظومة التعليمية إلى جانب الفج والكبير بين المناطق الحضرية والريفية. زيادة على ذلك حجم الدين العام وتوسع الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل نحو 30% من الناتج المحل الإجمالي للمملكة.